في السماء السورية بات من المألوف أن تحلق الطائرات الصهيونية وتقصف مواقع خاضعة لسيطرة نظام الأسد حتى أصبحت تلك الغارات حدثا شبه يومي وخصوصا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران وفرض سلسلة عقوبات عليها المواقع العسكرية الإيرانية الموجودة في سوريا هي في مرمى الاستهداف الصهيوني وفي محاولة لتبديد قلق الصهاينة بعد إعلان سحب القوات الأمريكية من سوريا والتي كانت تشكل حصنا في مواجهة الوجود الإيراني كما يراها الصهاينة أعلن بن يمين نتنياهو أن سياسة كيانه تجاه الوجود الإيراني في سوريا ثابتة ولن تتغير رغم القرار الأمريكي الغارة الصهيونية على محيط دمشق جاءت ليلة الثلاثاء الماضي تأكيدا لما قاله نتنياهو حيث استهدف القصف وفدا رفيع المستوى من مسؤولي ميليشي حزب الله اللبناني كانوا على متن طائرات تستعد للتوجه إلى إيران بحسب ما ذكرت مجلة نيوزويك الأمريكية المجلة أوضحت أيضا أن الغارة الصهيونية استهدفت ذخائر إيرانية استراتيجية بما فيها مكونات جي بي إس متقدمة للأسلحة تعود لعام 2017 وهي الأحدث التي يمتلكها الجيش الإيراني بدورها بيّنت مصادر مطلعة أن القصف الصهيوني طال مطار المزة واللواء 105 حرس جمهوري والفوج 555 التابع للفرقة الرابعة ومعامل الدفاع في تل منين بالإضافة إلى مواقع أخرى في قدسية والصبورة والديماس ودارية في ريف دمشق ورغم زخم القصف الصهيوني على مواقع نظام الأسد وحلفائه وإعلان تل أبيب عن خسائر إيرانية كبيرة في كل غارة إلا أن الطهران ماضية في تقوية نفوذها في سوريا وميليشياتها تعزز وجودها في دمشق وحمص وحتى في المناطق المحاذية للجولان المحتل وتلك هي مفارقة محيرة تدفع للبحث عن حلقة مفقودة في سلسلة العداء الصهيوني الإيراني الطافي على سطح المراشقات السياسية